موسيقى أهلا بكم معي زينا المشاهدين في عدد جديد من الموعد الثقافي ضيفتنا لهذا الأسبوع فنانة قادمة من فيلم البوغي آخر إنتاجات قاصمة الثقافة العربية وأيضا من ولديها مسار أيضا في التلفزيون وغير ذلك هي الفنانة الشابة سارة العلماء أهلا بك سارة أهلا بك مرحبا بك معنا في الموعد الثقافي الله يسلمك وشكرا على الدعوة وحسنا في الكابسة وهذا يشرفنا طبعا سارة كما تعودنا في الموعد الثقافي عدنا بتقرير قصير نروح نشوفه مع المشاهدين ثم نعود إلى تفصيل في الموضوع الحسار في أهر رمضان تبدأ مواسم حاج الفنانين والممثلين إلى شركات الإنتاج التلفزيوني فيلم هنا سيدكوم هناك برنامج وكاميرا خافية في مقابل ذلك فإن رحلة الممثلة الجزائرية خلال هذا الفصل نحو السينما تبقى الأضعف والأكثر تعبا يعيش الممثل الجزائري في ظل هذه الظروف في حلقة من المتاعب لا حقوق لا فرص حقيقية تسقل مواهبه وتقدمه للجمهور العربي الواسع ليبقى مفهوم النجم ضربا من الخيال في بلد صرف خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة أزيد من ثلث ميزانية القطاع لإنتاج أفلام باهتة قلة الإنتاج السينمائي واقتصاره على المناسبات والتظاهرات الثقافية كعاصمة الثقافة العربية عاصمة الثقافة الإسلامية وأخيرا تظاهرت مدينة الجسور المعلقة التي قدمت ستة عشر فيلما بين طويل ووثائقي وقصير منح العديد من الممثلين الشباب فرصة بطعم الخدم لشباب المبدع لم تدعم مسيرتهم الذاتية بفرص سينمائية حقيقية هي أفلام بعناوين مختلفة بوغي هنا وأندلوسي هناك وذاكرة ونضال كريم بالقاسم وغيرها من العناوين لأفلام أنتجت في الجزائر بعناوين مختلفة غلب عليها الطعم الثوري لم تعرف كيف تنفض الغبار عن تاريخ السينما الجزائرية ولم تفتح الأبواب لمستقبل واعد لفنانية الجزائر وحال المشهد يقول أين بطاقة الفنان وأين الفنان إذن هذا التقرير شهادناه أكثر كان حول الفنان الجزائري وصار العالمة شابة جزائرية واعدة في هذا المجال سارة لديك ربما تجربة نبدأ من آخر محطات تجربة سينمائية جديدة فيلم روائي طويل في البطولة محور البطولة جنوان البوغي كما قلت سأنا لحد اللي الآن كنت خادمة غير في المسلسلات وأول لومت خاشتاعي في سينما من إخراج جالي عيساوي كانت تجربة رائعة دور بطولة في السينما مشي حاجة صغيرة قصة البوغي قصة معروفة بزاف في قسنتانا اللي هي مجبودة من أغنية اللي أدها الحاشطاهر فرغاني وما كاش قصدوني ما يعرفش حكاية البوغي وحكاية نجمة يعني معروفة على المنطقة جزي رواسع يعني القصة كيف جاءتك الفرصة ربما في هذا الفيلم كان كاستينج طو سمبل ما عايت البرومير أسيستان جوست كاستينج مع عميالي عيساوي المخرج وكان كاستينج شوية ديفيسيل بسك نجمة ما كانتش جو بانسهل علي باش يخيرها وكانت لازم تجمع لازم يكونوا فيها أوصاف بزاف ي Tools To S كأن من قبل ثم كيلات rendفترف وجوية أنا أذ حول تعرف مزيالي إنه، فالشوية المخرجilli الذي يمكنك عرفه بعد 4 موات دارو لطور دوما نيفل ما كانش على بلوش كون نجمة صعب انو يلقع النجمة نجمة ليش سهل مدسيدش كون نجمة pendant لطور دوما نيفل ما كانش يلا بانكور بلا ديسيزيون تلما كانوا يشارشوا جو سيسا جو سيسا وعندما أبلغك وقال لك انت نجمة الفيلم كيفاش كانت كبيرا وممطن فخر لي لخاطر ديجا كي راح تزل الكاستجين وسمعت باللي البوغي راح يندر انا كا قسانتانية اللي تربينا على هاد احنا نسمو في هاد الاغنية هاد القصة كنت منحلم شمان باش نخدم دور نجمة غير غيرو الكاستجينج تالبوغي كنت ديجا نشوفي نجمة قدامي وممطن فخرين بداوي بداوي بداي دور فرنسي دونك كي عرفت باللي بلي حان لعب نجمة سيختو مامي بارانتاني كانوا بزق بسك هما بلاكي يسان بلو فيو دونك يحسوا كتر ببداي بهذا القصة طبعا المشاركة في فيلم لأول مرة هناك الخوف هناك اشي كثيرة يعني حول الفنان تجربة تاريخ غير ذلك خلال التحضير يعني كيف كنت تتعاملي مع الشخصية في السيناريو كان دور نجمة ديجا افان تو ما كانش نجمة سيت ان سامبول هيا السامبولة على قصنطانا وبالكانا pour moi سيته السامبولة على الجزائر كلها سيته ومم مخرج إلا بيان جي ما كانش اندي فيها درا بزاف يا جعببا بكو دو ديالوغ كثير من موسيقى عربما فيلم موسيقى غنائي اكتر هو فيلم موسيقى هو فيلم جمع فيها ويش بزاف ان رتروف لاريولوشن ان رتروف لإستوار دامور ان رتروف لامو ان رتروف لاموزيك ان رتروف لاموزيك في هذا الوقت كان في 1837 انا على الدورة ما كانش عندي فيه ديالوغ بزاف لان الخدمات كانت اكتر على الاموسيقى على الاموسيقى وهذه هي نجمة نجمة لازم كانت توصل الاحساس باللي هي نجمة ما كنتش نحتاج باش نهدر بالاكل وكان هدرت بزاف وكان عندي ديالوغ كبير من بلاك جمسرى في في ديالوغ طبعا لكن سارة انت ربما درستي التمثيل في فرنسا درستي التمثيل في فرنسا وكانت لديك ايضا مدرسة جزائرية لكن مدرست التليفزيون في الاعمال الدراما في المسلسلات الانتقال الى السينما بين الدراما والتكوين الأكاديمي كيف يعني مدرسة جزائرية ماشي نفس الليميت اللي عندنا سرسان ولاف قدام الكاميرا ماذا تتحدثين طبعا أجب عندي الفيضين طبعا وليسنا النتقال النتقال كيف أشي تخدم في المسينيما ماشي كما سوراً فيوطان و سكي أمورتان ساني سيكو السينيما ماشي حنا نحو عند الجمهور كما في المسلسلات المسلسلات بلاك تشعى التلفزيون تلقى مسلسل الجمهور يذهب إليكم أكثر ويكون عندكم الحرية أكثر في التعامل مع الموضوع في السينيما نجيب الجمهور عندنا أو قبت lui Burton في وقت 1،30 فيение 24,30 ومن سلك لكن قبل أن هذا في فاصل قصير نعود فاصل إعلاني نجمة أولا نتحدث مع نجمة نجمة الفيلم نجمة هذه الشخصية ربما التاريخية ما الذي أضافته إلى سارة العلمة جو أتحدث عن كوتيجو كيف تأثرت بالشخصية كل فنان نجمة تأثرت بها بزاف إنه جمال جمال لنخرج منه هذا يسعني نجمة في نجمة حصلت على نجمة سنتعته دوائرة جمال 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 لنجمة كيف تأثرت لنجمة كان الكثير من Ubuntu وفهم بشكل تجربين وفهم بعمهم وفهم بإحضار ونجمة وفهم بشكل كليp وانتحدث عن نجمة وكيف استفدت من أصولك القسنطينية في هذا الدور؟ أول شيء نحضر على بالكساب باريس سمبل بساحة الأكسن كي نلعب في جزائي العاصمة نحضر بالعاصمية وفي قسنطينة كانت عندي سهولة كبيرة بسك هضرت بالاكسن تاعي عادة تقاليد عيشتهم نعرفهم بلتو دو بار مي باران لفامي تاري دو كانت عندي سؤال أو لا نلقى الجاوب تاعو الإهلي ربيد ما كم نقول هنا جيه با يو جو مال أسرني لرول وإترددان جميل إذا نذهب فقط في فاصل وهو سيد الفواصل فاصل إعلاني قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إذا نعودنا إلى جزء الثاني من الموعد الثقافي ضيفتنا دائما ألو مثلة الشابة سارة العلمة سارة كنا نحكي عن البوغي عن تجربة قسنطينة نذهب الآن نحن قريب جدا من رمضان موسم الحج إلى التلفزيون سارة يعني وش عند سارة الأيام ربما حب في قفز الاتهام أو مستوث الجديد قلوب تحت الرماد سيكون عنده إن شاء الله ستعني دور بطولة فيه من إخارج بشي سلامي أو تلفزيون الجزائري في الإنتاج سيناري وزهر على الجميع قفز الاتهام أسرار الماضي وهذه التجربة التالية قبل أن نتحدث ربما عن المسلسل أنا أريد أن أتحدث عن الفنان الجزائري بحد ذاته الذي لا يجد فرصة لا يجد فرصة إلا في هذه الثلاثة الشهر حتى يعثر عن فرصة ربما يشتغل فيها كفنانة كيف تنظرين إلى هذا الوضع؟ هذا الوضع الذي لا يجب أن يكون محظوظاً هذا الوضع الذي لا يجب أن تنظره كي يتحدث عن فرصة رمضان أنا يعمل من رمضان للرمضان هناك أيضاً ويوجد من أجزاء أنا أمور محظوظة أين ليس منهم بسبب أن أكون محظوظة إذا كان يعمل من أجزاء محظوظة على مدارسة وأيضاً لا أحب أن أدفع في جميع الفرصة الليبان لن تقوم بتنظرين بصح كي دي جن اللي هادي خدمتهم ييييب دوسا دونك سان بروبلم بوغولي مايخدموش على العام جوهنسي كمانتان عندنا عندنا الله بارك ديشان البيفه اللي يمد اخلين بقوة وعندهم بزاف إنتاجات ساا اعطيوا فرصة اكتر للممثلين باش يبانو باش يخدمو هدا وين بدأت تطلع هدا وين بدأت الحكاية لكن هذا أثر ربما صار على مفهوم الفنان ونجم في الجزائر لا يوجد نجم يوجد ممثل أو يوجد ربما مؤدي أحيانا يقلقوا كي ربما أنه لا يوجد مستقبل نجومية في الجزائر لكني يوجد مستقبل نجومية في الجزائر أعلم أنه يوجد ممثل من الأشخاص في الجزائر في المتحدثين أنهم يتحقون في الجزائر في جزائر يوجد ممثل في الجزائر هم تحصل على جزائر ليس كل ممثل من الناس لأنه يمكن أن يكون في بلادي معروف معروف بصح بوغاتر استاغ سي اتر كونه بلزير باي دونك حنا المشكلات سيناعة النجوم سيناعة النجومية انا في رأيي انا بلدان اخرى اللي تصنع اللي ترد من ممثل ولا مغني ولا نجم مثلا شاب خالد سي دفنو استاغ عبر ترجو ماما وين الغناء تعوه تصدر في العالم كامل ولا لا استاغ شاب خالد احنا في الجزائر لحد ساعة لحد الان ما يقدروش يصدروا المسلسلات تعنا على الهدرات تعنا العكسان اللي غير المفهوم والكلمات تعنا خير مفهومة مفهومة نظر مهاج بزاف نظر درجال لكن هناك صناعة الفنان هي يعني مؤسسة كاملة بين الاعلام والانتاج السينمائي في الجزائر هذه الصناعة الموش موجودة في الجزائر ظلمت كثير فنانين نعتقد كم فنان في رأيك الجزائري يتحسي بله نجوم كبار لكن مدوش حقا في الجزائر كان فنانين بزاف أنت تمثلي معهم يعني في الهدرات كان فنانين نحصوهم صح مشي محقورين ما كانش لافعلور تهم ماهيش مش عاطينهم لافعلور تهم اكزاكت وماشي غير فنانين كان من مم در ريالزاتيخ دي جان سيبر تالنتيو ونهضر المهم على الناس الذين لديهم دون الذين يعملون في المصرح ولم يجدون الفرصة لكي يبانوا هذه هي من قلة الإنتاج في الجزائر كما قلت لك، لكن الفنانين الذين يعملون لهم لا يعملون كل الوقت ولكنهم الذين لا يجبونهم كيف يجبونهم؟ ماذا تفضلي؟ ولكن يجبونهم في المصرح ولكن عندهم دون ويجبونهم في المصرح ولكن هناك حلول إدارية مؤخرة ما يسمى ببطاقة الفنان هل لديك بطاقة الفنان؟ في الحقيقة أنا جميلة وكما أنا جميلة في الجزائر ولكنني أفضل بطاقة الفنان لأنه يجبون أن يكون لديك إدارية كمان ولكن هذه الكارتة لا يجبون أن يجبونها أكثر بصح هذا يجبون أن يجبون هذا المصرح في المصرح لا يجبون المصرح يعني ربما هي حل إداري أكثر من نوع فني للمشكلة الكبيرة في الجزائر أيضا من بين المشاكل في الجزائر ربما الأفلام التي تنتج كم مثل البوغي ليس ديهم مستقبا لأن يلتقي مع الجمهور حسنا الجنراسي تكن تتعدي على المصارح وعلى القاعدة الصينماية لأنهم يجبون القاعدة الصينماية هذه الجنراسي الجديدة في البحر لا يوجد الكثير من الصينما في الجزائر لذلك لا تتعدي إلى صفحة الصينما اوهي لكل سال الكينين من غوش طول تان فيهم العروض من خرجوش بزا فيهم الفيلم دونك سيبا ام بغ لابيتود كنت ام بغ لابيتود مم لو كان دوكاي خرج فيلم ليا حدير دجا كبيرة من سميوش بالمام باش روح نشوفها لكن هناك افلام عالمية تعرض في قاعد سينما القصي الصغيرة القليلة الموجودة في الجزائر مثل ريفرانت مؤخرا يحقق مبيعات وغير ذلك انت تعيشين في فرنسا ايضا كيف ينظر اليك في فرنسا كيفية شوفك في فرنسا كموارت إلى جزائرية من أصول جزائرية بما لمح جزائري اللي جزائريين اللي عرهم تمام يصننه يصنن فئر دو وي انسو تشعره انترو طفعهم النام جزائريين انسو جزائريين ك童ون في بلدان اخرى لنم في الجزائر انسو نمونا نسو تشعره بيننا. لذلك يحاولون ينجمون فيها في الفرنسي لنبدأ نعمل فيها لنبدأ نعمل في الفرنسي لم تكن لديك الفرصة بعد جميلة بدأت من قرمتراج في الفرنسي كنت نحوو سالة واحد هذا السنة يشتر هذا السنة نعم صحيح لسلطي كانت قرمتراج جدا كانت من قرمتراج في الفرنسي كان لازم جتنت ويجب أن أتقدم جرح في القرمتر جاء من قرمتر الأجلية جاءتنا في البعض كنت نهاية كنت نعمل انه موضوع لذلك يجب أن أكون لقد قمتر كنت أخذين وإن آخر ينبغي الالجاريين الذين هنا يحاولون أن أتكون مجال في الضيوري الآن يجب أن أكون كنت نعرف إننا جب بلد وأما أنه فقط تتكلم بسيهل أنه يكون هناك تجارب ربما كثير جزائريين رمشورين ويتصدروا حتى البوكس أوفيس هل تشوفي بلي أن الفرصة لك قد تقول أن الفرصة هناك أتيحة الرجال أكثر من النساء كما قلت لك بلكن ندور وندور ونعود ونرجع لنفس المشكلة التي لدينا عندهم النساء تاني ونخرين كان ديليميت حنا كنسبوز دينيا أو تقافة الجزائرية ليس من من أجل أن تتعايا في الفرصة يجب أن يتعايا كنسبوز ونستقامل في أن تتعايا في الفرصة في حالة الناسي هل تسايا أو لا يمكن أن تتعايا في العلمة؟ سأسايا سأسايا كنسبوز دينيا مختلفة حقاً في الصحابة بالاضافة لكننا في الصحابة بالضاعدة لذلك يجب تفكرى وماذا عن المشرك؟ المشرك أيضا عندما كنت في الدرامة والسينما هل تفعل المشرك أو تجديش في نفسك؟ على الوقت لديك من أجل أن تعمل في بلادي يكون لدينا جيدة وماذا تعمل في المشرك سيكون العلامة الممثلة الجزائرية ستشاركنا في إنتاج المشرك لن ينام كونج منها من الجزائر لكي نطلعها عندنا ربما بوابة أخرى للشباب مؤخرا من سنوات ربما هي بوابة برامج اكتشاف المواهب اللي سهمت ربما في بعض الفنانين كيف تشوفين تي هدوك؟ هل تعتقدين كيف تتعلم في هذه المشرك؟ كلم فارغ، لا هل توجد لدينا موجودة من المشرك؟ ويوجودون جيدا من يمكننا طلب الإمشار منهم ولكن أنا، لن تتكلم أن تتكلم في هذه المشركة لدينا معلمة كونجا نهايان؟ نهايان هذه سلوات؟ لا يوجد يوجد بشأن نقطة إذا أريد أن أتطورة في المصرح في المحظة في المنظمة لكن لماذا تطورة في أمسيق أمسيق لا أهمتي فأنت تطورة في المصرح فقد تطورة في المصرح لا نحن نعلم كيف تتطورين؟ تتطورين على أمسيق حينما يتخلق في الموسرح بالطبيعة انت مجدينة هل تخلق هذه القرالة أنت لديك ستنية موهبة لالكورال لا لا في المنزل نفرو المحل لكنني لا أتخلق لكنني أخبرت لأنها أتفل هنا لأدناء الفناني كما أنت أنت تشترك في المشرق أنا أنني لا أتبار لأنني لا تبارل أنني لا تبارل بالتصلي لأنني لأنتبقでき لدي لقد كنت epقدر تعمل في بلدي انا كنت هناك نماذج ربما من وحران زهير وحران يعطاوهم فرصة كبيرة على كل حال أنا سعيد بانو استضافتك معا لأول مرة في قناة الخبر إن شاء الله أتمنى لك توفيق في رمضان وفي كل مصارك السنمائي ونسناول كورمتراج الفيلم القصير إن شاء الله يكون في المستوى بالتوفيق شكرا مرحبا بك إذن إلى هنا عزائي المشاهدين ينتهي موعدنا التقافي نترككم فقط مع الأجندة التقافية لهذا الأسبوع إلى اللقاء اشتركوا في القناة